خلية إرهابية أخرى تقع في قبضة الأمن المغربي حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم داعش وتتراوح أعمارهم بين 19 و 28 سنة في مدينة تطوان والعرائش وسوق الأربعة وذلك للاجتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المسي بالنظام العام المغرب لا يزال مستدهل من التنظيمات الإرهابية ومن جهة تانية لأن المؤسسة الأمنية في المغرب أصبحت تراكم خبرة طويلة في تعقب الإرهابيين وهذا منذ سنة ألفين وجوج منذ تفكيك أول خلية إرهابية سميت أندك بخلية جبل طارق الآن أعتقد أن المغرب أصبح نموذجاً على مستوى شمال إفريقيا وأيضاً التنصيق مع شركائه بالخصوص إسبانيا المجاورة هذا أهله بشكل كبير لكي يتصدى للتحديات الإرهابية بحسب المعلومات الأولية فإن المشتباثيهم كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل التحاق بمعسكرات داعش بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية بتنصيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة للتنظيم الإرهابي جهودات يتقاسم المغرب مع كثير من دول العالم سواء في العلاقة التنائية أو متضرف لماذا؟ لأن هذا المشكل أو هذه الخالية النائمة أو الإرهاب أو التطرف ولا ملة له ولا جنسيته ولا دين له ولا أصل له ولا منفعة إلا من أجل التكاتف الجهود من أجل محاصرة هذه المافيات هي مافيات حقيقة تتاجير في مآسي الناس على إثر عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين تم حجز أسلحة بيضاء ومنشورات تمجد الفكر المتطرف لداعش وتحرد على العنف وإصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الإرهابية للجماعات المنضوية تحت لواء داعش بمنطقة الساحل يأتي توقيف المشتبه بهم في ظل تنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص الجماعات الإرهابية على الرفع من عملياتها التخريبية وتشهد إفريقيا انتشارا غير مسبوق للجماعات الإرهابية خصوصا في السنوات الأخيرة إكرام الأزرق قناة الغد الرباط